بادر في أذهان الكثير من الجزائريين لماذا السكوار ومن أين يستمد هذا السوق كل هذه القوة؟ أولاً يعني ما نتفقش مع كلمة سوق موازية أنه السكوار ما وش سوق موازية وسوق فعلية وحيدة لكي تكون موازية يجب أن يكون عندك خط واحد آخر يعني رسمي يستمد السوق تستمد السوق هذه القوة انتاحة والفعالية انتاحة من عدم وجود أي إمكانية الوصول إلى العملة الصعبة للمواطنين أو للمتعاملين خارج دائرة الاستيراد بدون يعني اللجوء إلى المعاملات الغير الرسمية لا نقول الموازية لأن البنوك الرسمية لا تعطي الفرصة لأي جزائري أنه يصل إلى العملة الصعبة لاحتياجاته الخاصة باقي بلدان يعني العالم وبلدان المنطقة لما أنت يتفرض على مجتمع كامل أنه يلجأ إلى يعني سوق غير رسمية لاقتناء حاجيات يعني طبيعية في حقيقة الأمر لما تتعود الحق يعني موضوعي ترجعه يعني من مزية من عند الدولة من ثم تفرض على المجتمع أنه يجنح إلى هذا النوع من الأسواق والسوق اللي عندها في المعادلة نتحوش عندها عندها السلعة اللي هي العملة الصعبة وعندها الزابون السوق اللي توفر لها في نفس الوقت السلعة والزابون ما تبقاش يعني في حقيقة الأمر موازية إلا بالتسميات هي السوق الواحدة في الجزائر نعم